السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في درس جديد لما إن شاء الله إحدى دروس PSD Files لمن لم يعرف بعد ملفات PSD Files أو Editable PSD Files التي أتحدث عنها فليراجع الحلقات الأولى والثانية والثالثة فقد شرحت فيها كيف تتعامل مع هذه الملفات هذا الأسبوع طبعا ملف جديد مجاني هي ملفات حصرية رائعة قابلة للتعديل عن طريق برنامج الفوتوشوب الفكرة هي أنك تأتي بملف واحد كما هنا في الصورة ويمكن أن تصنع به تصاميم كثيرة وتضعها على تيشورتاتك وتنشرها على منصات مش باي أمازون أو غيرها من منصات من منصات POD طبعا كنت نشرت لكم كما قلت التصاميم الثلاثة الأولى وهي التي تزال في الصفحة في الرابط تجدونه في الوصف لمن لم يحملها سابقا نحملها لأنها ملفات في الأصل ليست مجانية لكن طبعا أوفرها لكم بشكل مجاني ولا إشكل في استعمالها إطلاقا عندكم كامل لحق طبعا هي ملفات لتكون على هذه الصفحة وتحمل مجانا من طرف فريق طبعا الملفات الأولى حملها ضعافي الحاسوب يمكن أن تصمم بها ملفات كثيرة شرح الملف الأول والثاني والثالث كل أساتي جنوه في الحلقات السابقة فلراجعوها الآن مع هذا الملف مع هذا التأثير الجميل آآ اسمه شاترد آآ او بروكن غلاس ايفكت أو شاترد غلاس ايفكت سوف نشرحه بعجالة لأني شرحت آآ بشكل عام كيف تعدل على تصميمات في الفوتوشوب فلنمر إلى هذا التصميم وآآ قبل أن نمر تصميم طبعا الرابط آآ اللاندين باج الخاصة به وهو طبعا 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 رابط أفليت موجود في آآ هذه الملفات مجانية والمن أراد أن يتسجل في فيكسلز ويستفيد من كل الأمور الأخرى الحصرية التي تحددت عنها سواء في متعلاق بمجموع أمازون أو أمازون كي دي بي كل شيء فليتسجل في إحدى هذه البلان خصوصا الآن يول في ناقص خمسة وثلاثين في المائة إذا تسجلتوا من الرابط افليت الخاص بالمقارنة مع الرابط الأخرى طيب نبدأ على بركة الله إذن أخواني بسم الله الرحمن الرحيم آآ سنحمل سوف أنا طبعا تضغط على التحميل تقوم بتحميل ملف هنا آآ الملف المضغوط أنا قمت بفكة ضغط عن الملف أعطاني هذا الملف يمكن أن تحمل اذن الذي آآ آآ يمكن أن تستعمله في هذا التصميم أنا اخترت صورتين آآ وصممت آآ صممتهما بين أن على هذا هذه الصورة وهذه الصورة آآ هذه الصورة التي يعني سممت سأصمم عليها سأوريكم عليها هذا المثال آآ حملته ايضا مقع هي كانت معدلت عليها وضعت في هذا الإطار إلى غير ذلك يعني صورة لي قط جميلة طبعا آآ آآ ستايليش كاتيتيوديز عنوان إلى آخره سأخذ هذه الصورة ثم طبعا اضغط ضغطتين كالعادة يفتح الملف ملف البي اس دي وهنا تجدون في اليمين كل الأمور التي يمكن أن تعدلوا عليها طبعا هذا التصميم او اللير الاول تحديفونه آآ لا غرض لنا به هنا كان عندي نص هنا آآ كما تلاحظ فوتو ان تكست آآ آآ سوف طبعا اذا ضغط على هنا فوتو ان تكست دابل سيفتح معي في صفحة جديدة انا آآ هذه الصورة التي وضعت طبعا الصورة الرئيسية التي جاءت مع التصميم هي هذه الصورة انا اغطيت هذه الصورة حذفتها وضعت صورتي الخاصة هنا التكست انا اغطيته لاني لا احتاجه وهو هنا يظهر بالابيض معي هنا آآ لن استعمله في هذه الصورة ساستعمل فقط صورتي التي صممتها ثم كما قلت لكم تضغط ضغطتين تفتح معكم الصورة بعد ان تقوم بالتعديلات اللازمة التي تريد على الصورة آآ تأتي تضغط على كنترول سيف دائما او فايل سيف بعد ان تضغط على فايل سيف سوف تأتي الى هذه الصفحة الرئيسية وسيظهر معك التصميم بكل التحديثات ثم هنا في تلاحظون اذا ضغطت على في الاسفل هذا التأثير الاول للغلاس ايفكت اذا لم يعجبني التأثير الاول هناك تأثير ثاني واذا لم يعجبني التأثير الثاني هناك ايضا تأثير ثالث مثلا هذا التأثير اذا اردت ان اعدل حتى على تأثير الغلاس ايفكت طبعا سأكبر قليلا تظهر معي بعض التفاصيل تضغط على هذا السهم ثم تضغط على هاد الشاترد غلاس ايفكت يمكن هنا في الغلاس اذا ضغطت هنا يمكن ان تحدد الاوباسيتي والدنسيتي وغير ذلك اذا ضغطت على هذه الاير شاترد غلاس سيفتح معي البلندين اوبشنز او الاير ستايلز يمكن ان اغير اي شيء الاوباسيتي تلاحظون تختفي قليلا اذا جعلتها 100% تظهر بشكل كامل يمكن ان اضيف تلاحظون لان صارت الكسور باللون المحدد هنا باللون الاحمر اه طبعا تعدلون على كل شيء الملف قبل التعديل تماما ومئة بالمئة اه لن اطيل في طبعا التعديلات لان انا كما قلت شرحتها في الصفحات في الحلقات الاولى والثانية والثالثة وهذا ملف البي اس دي الرابع وان شاء الله ساستمر في ساستمر في توفير ملفات البي اس دي الاحترافية والحصرية كل اسبوع لكم مجانا ان شاء الله فذكر المتعلقة بالامر بعد ان تنتهي من التصميم طبعا كالعادة هذه خفية التي شيرت يعني حسب اللون احرص على ان تغطيها يعني تكون تترك فقط التصميم وتضغط على او وتحفظه بصيغة فيكون الملف هنا ها هو مثلا بصيغة جاهز للرفع على منصة امازون واذا اردت ان تنسى تتسوق لتصميمك كالعادة يمكن ان تذهب لموقع لكن هذه الخاصية مدفوعة فقط للمشتركين يمكن ان تضع تي شيرت الخاص بك في موكب هكذا وتحمل الموكب وتنشره على موقع التواصل اذا اردت ان تسوق لتي شيرتاتك خارج منصة امازون هذا كل ما يتعلق ببي اس دي هذا الاسبوع شكرا لكم والى درس مقابلين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة